أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن عدد المشاريع المستقبلية في غطاء النفط والغاز للمؤسسة كبير وضمن استراتيجية 2040 وأن الأمل أن تشارك وتساهم الشركات الصينية في تنفيذها العدساني أوضح في الجلسة الحوارية لمنتدى الاستثمار الكويتي الصيني الأول أن استراتيجية مؤسسة البترول من شأنها أن تخلغ الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية لا زيما الصينية منها مبينا أن حصة مشاريع البحث والتنقيب وتطوير الحقول قد تستحوذ على منسبته 61% من الانفاق الرئيس مالي لخمسة أعوام قادمة وأن المؤسسة تخطط لانفاق 100 مليار دولار لتنفيذ خططها التوسعية